الأهلي هيبدأ يستعد لاستقناف مسابقاته المحلية طبعاً زي ما احنا عارفينه كمان وانتخب مصر بعد أكيد تأهله رسمياً لأمم أفريقيا حيخود ودية اليوم أمام جنوب السودان هنتكلم في كل التفاصيل دي وغيرها خلينا بس نرحب في البداية مع كابتن أحمد سلامة مهاجم وانتخب مصر السابق مونجور كابتن أحمد مونجور زهر أهلاً أهلاً في غيبة كده حصلت بس أنا عارفة ليه كنت مسافر أكيد طبعاً الحمد لله يمكن الفترة اللي فات مبروك الأول للأهلي طبعاً مبروك علينا يعني فوز بسطحق حقيقي طبعاً طبعاً وبطولة نتيجة لتعب ومجهود وتخطيط بشكل جيد لقدارة النادي ومن اللاعبين والجهاز الفني أنا بشكر كل الناس اللي أسعدتنا يعني سواء لعيبة أو جهاز فني أو مجلس إدارة بقياة كابتن محمود الخطيب طبعاً والفترة يمكن اللي ادهق أو القهار اللي خده كابتن الخطيب بقراحة بعض اللعيبة في الموسم اللي فات مع مستر سوارش طبعاً جانت سمارها ببطولة احنا حصلنا عليها بطولة بطولة إفريقيا والحمد لله يمكن كمان اتنين سوبر كمان وواحد كاس مصر فأنا شاف أنه نتيجة راحت اللاعبين الموسم اللي فات ادي أنا الفترة دي أنه اللعيبة فيقة اللعيبة راجعة فريش اللعيبة عندها شغف كده للعودة الانتصارات وحصد الألقاب فبقول مبروك لنادي الأهل وجماهيره العظيمة حلو جداً هنتكلم شوية أو حبدأ سؤالي بتجربتك طبعاً مع نادي العروبة بسلطنة عمان وفي نفس الوقت برضو لأن أنا عايزة أقارن الكرة الأسيوية بالكرة الأفريقية وإيه اللي اختلفت طبعاً أنت كنت موجودة هام برضو ما كنت لاعب لكن خلينا برضو من وجهة نظرك كلاعب وكاد الوقت في التدريب إيه الفارق؟ والله يعني أكيد الكرة الأفريقية بتختلف نوعاً معنى الكرة الأسيوية الكرة الأسيوية سريعة شوية وفيها تطور باستمرار إحنا عندنا الكرة بتعتمد على زكاء اللاعبين هنا بشكل أكبر وعلى النواحي البدنية القوة والتنافسية أكتر أنا شايف أنه طبعاً الكرة في أفريقيا أو تحديداً في مصر شايف أن هي أعلى نوعاً ما ولكن هناك الكرة بتتطور سريعاً يعني أنا شايف أنهم بدئين حتى على مستوى المنتخب الكرة بتتطور المنتخب العماني بتتطور بشكل كبير يمكن أنا كنت معهم الفترة دي أو الفترة اللي فاتت كنت موجود معهم في نادي العروبة العماني في الجهاز الفاني كنت مدرب عام لنادي العروبة الحمد لله كانت تجربة جيدة جداً بالنسبة لي حققنا فيها نقاط كبيرة جداً جداً على المستوى الشخصي والمستوى العام في النادي وفي الفريق نادي العروبة نادي كبير جداً يمكن مجموعة الناس المسؤولة على النادي أو الناس الإدارة النادي على قدر عالي جداً جداً من الوعي ومن الخبرات الكبيرة عندهم حس فني قبل ما يكونوا إداريين يعني بيعرفوا يقيموا المدربين يقيموا اللعيبة عندهم وعي بشكل كبير بيطوروا باستمرار عندهم خطط قوية جداً بيتطلعوا دايماً للأحدث والجديد في العالم يعني بياخدوا بعض الطرق كده لنحو التطوير بشكل كبير وده واضح جداً على المنتخب العماني المنتخب العماني كان من فترة كان بعيد جداً دلوقتي بينافس بشكل جيد ممكن للأحداث السياسية برضو كان بعيد لبعض أو عدم الاستقرار شوية بالضبط لكن هو حالياً الأمور جيدة جداً يعني كان موسب بالنسبة لي جيد أنا يمكن روحت لهم في شهر يناير كان قبل كده الفريق شغال السيزون الأول أو الفترة الأوانية اللي هو الضور الأول ما كانواش جمعوا ابناط كتير لكن قدرنا الحمد لله نحن نجمع يمكن تلات أضعاف ونص الابناط اللي هم جمعوها في الضور الأول يعني الحمد لله قدرنا نقدم إضافات كويسة على المستوى البدني والفني والخططي والمعنى والنفس الحمد لله يعني قدرنا نشغل على كل الجوانب والأمور كانت كويسة الحمد لله طب لو هقولك التدريب خارج مصر ولا داخل مصر أصعب لا يعني أنت برة بتاخد راحتك أكتر يعني أنا هنا في مصر أنت طول وقت تحت شيد غطات يعني بالضبط الناس هنا بيحطوك طول وقت تحت ضغط أنت كمان هناك تحت ضغط كمان لكن تحت ضغط بأرياحية يعني أنت قادر يعني مش وصل لك كل الأحداث أنت مش متعايش في الشوارع وسط الناس أو بيوصل لك كلام مثلا ردود الأفعال ردود الأفعال هناك أنت بتحفظ على نفسك أكتر بتشتغل بس بتقفل على نفسك هنا الموضوع بالنسبة لنا بيبصعها بشوية في حتة أن أنت ماشي في الشارع طول وقت بتسمع كلام ردود فعال جماهير ردود فعال ناس ومشكلة أننا عندنا قراراتنا بتبقى عاطفية شوية يعني تلاقي ماتش حلو ويبقى الدنيا حلوة ماتش واحش لا خيروه بالضبط يعني ده بينعاكس عليك أنت كمان بتحس أنت طول وقت تحت بالضبط تحت برشريان فلكن هناك الأمور بتبقى أفضل شوية هما كمان بيقولك الأجواء أنت يعني تتعايش بشكل أفضل وتقدم كل اللي عندك بشكل أفضل بص بقى كابتن إحنا معنا يعني ملفات مختلفة هروح معاك بداية بالمنتخب المنتخب إحنا شفنا المباراة طبعا لجماعاتنا بغينيا وإحنا بنتفرج كنا شوية يمكن مش كلنا راضي عن الأداء وكلنا شايف إن الفوز كان ممكن يكون أسرع من كده البعض الثاني قالك لأ الدنيا كويسة جدا وإحنا فوزنا بالتوقيت السليم حصلت على النقاط اللي أنت عايزة وبقيت أول المجموعة وكده كده عندك نص المنتخب يعني من اللعيبة بتاعت النادي الآلي فهي قريدي رجع تعبانا شوية والبعض أخذ ده على فيتوريا بالمناسبة وقالك كان مفروض ما يلعبش كل اللعبة النادي الآلي يعني قيل يعني ما قيل فهذا الموضوع لكن أنت كان تقيمك لي المباراة إزاي بعد ما شفتها في نفس الوقت هل كنت شايف خلينا نقول السكواد اللي اختاروا فيتوريا كده كان مناسب جدا والله أنا شايف أنه هل كنت شايف